الى ولاية ام البواقي ومعاناة الفئات المعوزة تزداد تعقيدا كلما تدهورت ظروف المعيشية في ظل الحياة القصية حيث تشكل قرورة غزة البوتان وضعا اجتماعيا مزريا لمرأة تعيش في كوخ مهدد بالانهيار في بلدية سيغوس بولاية ام البواقي بينما يلجأ قاطن والاريا في الاستخدام الفرن التقليدي لغرض التدفئة كبديل عن غزة البوتان المزيد في تقرير رشيد مقدم ضجر السكان القراويون بمختلف مشات ام البواقي من متاعب الغاز المنزلي وخلت فاطمة القاطنة في هذا الكوخ الحقير ببلدية سيغوس تشكو سأما في حياتها اليومية العسيرة بحثا عن قرورة غاز وهي على هذه الحال طبيب قال لي ما تحركيش من البلاس غاز قال لي لا كان عندك ترتاحي ما تحركيش وصح ما عندي شكون لازم أنا نروح نجيب القرارة على الغاز هذا وفي الشتاحنا نستحفظهم طيب وغر القهوة ولا كشي حاجة وخلاص ما نشعلوهاش خلاص شتان موتوا بالبرد ما نشعلوهاش وإن أفقل غاز البوتان كاهلها وهي تعيش في كوخ هش مهدد بالانهيار فهذه المرأة البائسة تعاني من حالة صحية حرجع الخالة فاطيمة المعاناة بأم عينها قارورة الغاز المثقلة بالهموم والفقر المدقع والمرض المزمن وقروي آخر طاعن في السن يحمل قارورة الغاز على الكتف بينما الحياة ببعض المشات ما تزال قاتبة في ظل استخدام موقدة الفرن التقليدي التي تشتعل فيها النار للتدفئة كبديل عن غاز البوتان ترجمة نانسي قنقر